اشتركوا في القناة في إطار الدورة الثانية لميت ميدويك أن بلدان المنطقة المتوسطية مدعوة إلى تعزيز تعاونها وتقاسم تجاربها بشكل أكبر من أجل رفع التحديات المشتركة في مجال الانتقال الطاقي شيم أباكا والتفاصيل المشاركون في الدورة الثانية لميت ميدويك بمراكش أكدوا على أن بلدان المنطقة المتوسطية مدعوة إلى تعزيز تعاونها وتقاسم تجاربها بشكل أكبر من أجل رفع التحديات المشتركة في مجال الانتقال الطاقي بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط مدعوة اليوم إلى تعزيز التعاون فيما بينها بغرض تشجيع تدابير النجاعة التقية وتطوير طاقات متجددة كشرطين محوريين لإنجاح الانتقال الطاقي هذا المشروع ميت ميد نطويره بالتعاون مع مدنة التي هي شبكة المتوسطية لوكالات الوطنية لكفاءة الطاقة وهو مشروع ممتع الاتحاد الأوروبي ونشغف مع كل وكالات الوطنية على مستوى الدول العربية بما فيها دول شمال البحر الأبيض المتوسط إذن قلال ثلاثة أيام سنتحدث عن كيفية تحسين أو مناخ الاستثمار لجلب الاستثمارة لهذا القطاع لكفاءة الطاقة وفي كلمة ألقتها وزيرة الانتقال الطاقي وتنمية المستدامة ليلى بن علي عبر تقنية الفيديو قالت الوزيرة إن تعاون الإقليمي يحتل مكانة هامة في الاستراتيجية الطاقية للمملكة من أجل النهوض بالنجاعة الطاقية على الصعيد الإقليمي المغرب يعد من البلدان التي شرعت بشكل مباشر في مسلسل الانتقال الطاقي وباستطاعاته تقاسم الممارسات الفضلة مع البلدان الأخرى بالمنطقة في إطار تعاون جنوب جنوب وشمال جنوب بغية بلوغ هدفنا المشترك وتهدف هذه التظاهرة المنظمة على مدى ثلاثة أيام إلى المساهمة في إحداث سياقات سوسيو اقتصادية أكثر استقرارا ونجاعة وصمودا أمام المناخ في البلدان المستهدفة كما يمثل فرصة حقيقية لإبراز المؤهلات التي يختزنها المغرب والتي من شأنها تعزيز جاذبية وتنافسية المنظمات العامة والخاصة إلى الرباط حيث قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش إن تقديم التقرير السنوي الرابع للمجلس خلال الولاية الحالية مصار يؤكد لانخراط الطوعي للمملكة المغربية ضمن منظومة حقوق الإنسان وكذل تطور المجلس في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان بما فيها تلك الناشئة عثمان الطاهري والتفاصيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش تفيد بأن المجلس وألياته الوطنية ولجانه الجهوية توصل سنة 2022 بما مجموعه 3245 شكاية منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس و1895 توصلت بها اللجان الجهوية نسبة لنا هذه اللحظة ذات أهمية في التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي نتمنى أن يسمع أن يتفاعل البرلمان المغربي مع صدى أصوات المجتمع التي كانت قوية جدا خلال حالات محددة كحالة الطفلة التي التفلت وأن يتم فعلا يوسع من الحريات والمساعة من ضمان حقوق نساء فتيات ورجال المملكة المغربية التقرير الخاص بالمجلس تضمن حسب أبو عياش علاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني وعلاقات التعاون على المستوى الدولي وخاصة مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية والشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية في موضوع آخر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة مراكش تولي أهمية خاصة للأشخاص المسنين حيث تم افتتاح ناد بمنطقة المحاميد يتوفر على مجموعة من المرافق ويخصص عددا من الأنشطة لهذه الفئة هنا حاج والتفاصيل أخذان بعين الاعتبار لفلسفتها ومقاربتها المبتكرة لا تذخر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الوطني كما على صعيد عمالة مراكش جهدا من أجل إيلاء المسنين الاهتمام الذي يستحقونه ولعل أبلغ مثال على ذلك هو فضاء دار المسنين بالمحاميد الذي تم تطويره داخل قطب المواطن تم تنشينها في أكتوبر 2022 لقات إقبال عند ساكينة المنطقة بحيث أنه يتوافد عنه العدد من الأشخاص وهي فعلا أن هذه المؤسسة قدمت خدمات وهي بنسبناها كمجتمع مغربي جديد المركز يستقطب سنويا حوالي 200 مستفيد ويتم تدبيره بشراكة مع تعاون الوطني وجمعية الغذ النسوية للمبادرة الوطنية وهو الذي تطلب تعبئة ميزانية نجمالية قدرها 7.2 ملايين درهم هي على شكل نادي تقدم خدمات التي تهم الفئة من المجتمع العدد المسجلون لدينا ما يناهز 86 مرأة و68 رجل الأهمية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذه الفئة من المجتمع ليست وليدة الصدفة بل تنبع من تفكير عميق وقناعة مطلقة بأن هؤلاء الأشخاص يلعبون دورا مهما في المجتمع وأن الوقت قد حان من أجل ترسيخ عذالة اجتماعية حقيقية إلى الأخبار الدولية حيث تعتزم السعودية تقديم مساعدات إنسانية متنوعة للسودان لتخفيف أثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا فيما لا يزال الصراع متواصلا بين الجيش والدعم السريع شيمة جبران والتفاصيل بسبب الشبكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع تضاعف عدد النازحين داخليا في عدة مدن بأنحاء البلاد مما يستدعي تدخل مختلف الدول لتقديم المساعدة السعودية بدورها شرعت في تحميل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها في البلاد هذه المبادرة ذات الصبغة الإنسانية تتميز ببعدها التضامني فهذه الطائرات محملة بحوالي عشرين طن من المواد الغذائية والأدوية والأغطية تنتظر النازحين وفي ظل الصراع المتواصل في السودان لا يعرف أحد من أين سيأتي الحل وهل سيكون عبر وسطاء الإقليم أما أنه سيأتي عبر ضغوط من قوى غربية دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الصين للاستخدام علاقتها مع روسيا من أجل دفعها لتدرك أنها في طريق مسدود في أوكرانيا حسب تعبيرها تصريح المسؤولة الفرنسية جاء خلال انعقاد مجلس الوزراء الذي حضرته أيضا نظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك حمز الخضر والتفاصيل في الوقت الذي تستمر فيه رحل حرب بالدوران في شرق أوروبا بين الجيران الروس والأوكران يتواصل الضغط الغربي على كل من له علاقة بموسكو في محاولة لإنهاء النزاع والعودة ولو قليلا لطاولة المفاوضات طاولة كانت قد فسرت في وقت سابق حجم الهوة بين الغرب والروس وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعت الصين إلى توظيف علاقاتها مع روسيا علها تدرك أنها في طريق مسدود في أوكرانيا تقول المسؤولة الفرنسية كولونا صرحت بأن بلادها تتوقع من بيكين أن تشارك في الدفاع عن المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي خطوة تأتي في خضم احتدام القتال في باخموت ما ينذر بأن عملية السلام قد تحتاج ربما وقتا أطول خصوصا بعد الهجوم على الكريملين بطائرات مسيرة وهو بمثابة صب مزيد من الزيت على نار مستعرة أصلا يقول محللون نعود للخبر الوطني حيث افتتحت مؤخرا بأيت ملول فعاليات الدورة الخمسة عشر لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بمشاركة أربعين فيلما قصيرا يمثلون تسعة وعشرين دولة وتحتفي دورة هذه السنة بالتراث الغنائي في علاقته بالسينما هنحج في المتابعة مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير في دورته الخامسة عشر يعرف هذه السنة مشاركة أربعين فيلما قصيرا يمثلون تسعة وعشرين دولة الدورة تحتفي بالتراث الغنائي في علاقته بالسينما هذه الدورة عرفت مشاركة تسعة وعشرين دولة ومثلتها أربعين فيلما أربعين فيلما يشارك في المسابقة الرسمية لهذه الدورة أفلام تتوزع بين الفيلم الروائي القصير والفيلم الوثائقي القصير والفيلم الوطني القصير تمثل عددا من دول العالم على رأسها المغرب لا يمكن إلا أن نطلق عليه المهرجان الصامد لمازالك أبدي واحد رسالة إبداعية سينمائية أحيي المنظمين لكي يصهروا على الإنجاز وعلى الترتيبات وأنا حضوري يبقى كحضور كضيف شرف وأشكرهم على هذه الضيافة على مدى سنوات استطاع مهرجان نصوص الدولي للفيلم القصير أن يفرض نفسه من بين أكبر التظاهرات الثقافية على أجندة الأنشطة الثقافية المتخصصة في عرض أفضل الإنتاجات السينما العربية والعالمية في مجال الفيلم القصير تم بالمتحف الوطني للفوتوغرافية بالرباط افتتاح معرض كورتنا الذي يعكس الشغف المشروط الذي يليه المغاربة للساحرة المستديرة شيما أباكا والتفاصيل المتحف الوطني للفوتوغرافية بالرباط عرف افتتاح معرض جديد تحت اسم كورتنا هو معرض يعكس مدى حب المغاربة للكرة المستديرة ومناسبة سانحة لاستعادة لحظات الفراحة الذي شهدته المملكة في كأس العالم لكرة القدم بقطر لفكرة تنظيم هذا الحدث جاءت إثر المسار الرائع الذي قدمه أسول الأطلس خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم المتاحف عنصر أساسي في الحوار والتواصل وعبر هذا المعرض أردنا الاحتفال بالمتاحف وكرة القدم في آن واحد لكن بنظرة شبابية المعرض يضم صورا من توقيع 15 فنانا يسوق كل واحد منهم نظرة فنية متفردة عن رياضة كرة القدم في المغرب وهي الأعمال التي تتكامل فيما بينها لتعكس التأثير السحري الذي تخلفه هذه الرياضة في نفوس المغاربة أينما وجدوا في كده التصور كيف الجوني من المغاربة بربحات وكأهلات الدورة النسف النهائي فرحش بالزاب وحاولت ذك شيء اللي كنحس بي نخرجه في التصور المعرض يقدم لزوار لحظات ليعيش ويستعيد ذكريات مشتركة ذات حمولة وجدانية قوية لاسيما في ظل الإنجازات التاريخية للمنتخب الوطني والتي ستظل عالقة بالذاكرة الجمعية الختام بمهرجان النحت على الرمال بمدينة الإسكندرية السحلية في مصر الذي يعرف مشاركة فنانين وطلبت الفنون الجميلة بالعديد من الأشكال والتمثيل المتعددة ويتوخ هذا المهرجان حسب المنظمين الترويج السياحي الأمثل لمدينة الإسكندرية أنس الغلوش والتفاصيل من المخلوقات البحرية إلى الممياوات والقلع أشكال مختلفة من التمثيل الرملية على شاطئ السرايا بمدينة الإسكندرية الساحلية إنه مهرجان النحت الرملي 13 فنانا بحضور طلبة فنون جميلة يتنافسون برسم تمثيل رملية كبيرة هدفها الترويج للسياحة وإعلان بداية موسم الصيف باستخدام الرمال والمياه فقط فنانون عبروا عن مدى سعادتهم في المشاركة في هذه التداهرة لما لها من دور في إبراز الجوانب الجمالية لديهم عبر فن النحت على الرمال رغم الظروف الجوية الغير متوقعة التي حالت دون إكمال أعمالهم الفنية بسلاسة تامة فعاليات هذا المهرجان ستختتم بتوزيع الجوائز على الفائزين بمشاركة طلاب وأساتذة جامعيين في خطوة جميلة لتثمين هذا الفن والترويج له سياحيا كجزء من منظومة متكاملة لتنوعي مصادر السياحة ببلاد الفراعنة أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة إلى اللقاء بإذن الله